يوم ما بدل المقطع يا حبايب صارنا فترة من وصل العشرية الف لايك كفوا كل واحد حطنا لايك ويلا نبدو المقطع قدر التعب الخبر اول لي عادنا عن بيسان اسماعيل ويا رمار وحتى قمرطاي يا حبايب ليش هم زعلانين فنزلوا شوية ستوريات بهذه الستوريات كانت يحكم بها عن طفل امره اربع سنوات اسمه فواز القطفان سور يا حبايب مخطوف والخاطفين طالبين 140 الف دولار خصة كاملة موجودة على المملكة المشاعر وحتى الفيديو اللي نشروا هم قاعدين يضربون الطفل ما اقدر احطوكم اياهنا تقدرون تروحوا شوفوه بالوصف يا حبايب هادخل هذه المشاهر يا حبايب انه ما حزيني على هذا الطفل وعقازيني على القصة روح شوف القصة كاملة هناك يا حبايب موجودة بقناتي ثانية اسمه ملكة المشاهير الرابط الوصف روح شوفوها كامل طبما الاشخاص القلب هم ضعيف ليشوفوه المقطع لان هو بفيديوهات شوية قوية روح حاليا شهدوا سيامند واخيرا يا حبايب تصالحه ويا عائلة نارين بيوتي باسم الاشخاص الميعرفون انه سيامند يا حبايب هو بالحقيقة يكون خال عائلة نارين بيوتي ولكنهم لمرة صوروا ومقطعوا ويا بعض ولكن واخيرا يا حبايب حاليا صالحه ومبارحة بعيد ميلاد شيرين بيوتي طلعوا شوية استوريات ويا بعض وصوروا شوية مقاطع ويا بعض فان شاء الله الفبروك على هذا الصلوح والله يدومهو البعض ياربو وحتى بيتاباتهم من الانستجرام ومرادوا الفورا البعض متون شافيين بالدليق طالع قدامكم فاكتولوا لكمنتاج شارككم بالخبر لان روحة لان فضيحة نورمار يا حبايب وانس الشايب هي فضيحة عادية ولكن انتشرت يا حبايب متون شافيين بهذا الفيديو ظاهر قدامكم ان النورمار طلع يدخن يب وحتى بوقت ان انا شايب يا حباب من يدخن متون شافيين بلأسم طالع قدامكم حادي يعني مثل ما شايفين أنا شاي بحط السيجارة بحلقة يا حبايب ونسى الشي نورمار لازم سيجارة بإيده ثلاثهم ما رح يدخلون النوع يعني مثل ما شايفين بالفيديوهات الظاهرة قدامكم طبعا يا حرية شخصيا ما حد لا علاقة ولكن يا حبايب دائما نقول لازم هذا الشي ما يطلع على السوشيال ميديا لأن بعض الأشخاص يشوفوهم قدوة وممكن يقلدوهم فاكتمنوا بلكومنتات هل تجد تعرفون هذا الشي من قبل أو لا وقال سرت نورمار يا حبايب فنزل شوية ستوريات ويالانا ولين بهذه الستوريات تجد يعلم من خلاله أنه رح نزلنا مقطع اليوم رح ينزل مقطع ناري على الساعة الثمانية بالضافة هواي نزل ستوريات ويالانا إن أغلب توقع أنه يكون بينتهم علاقة حب ورحمة الستوريات والحركات التي يساووها ها يكون رحطكم الستوريات شوفوها جماعة قصة بالله عم صور لكم فيديو بكرة رح ينزل شي رهيب صلنا مصورة عم صوره شي راهي بس ما لنفرجيكم ايش في هون لأنه جدا جدا شي غلط بس تعال فرجيكم أنا جماعة صوت كثير مصوت وقال سرت نورمار يا حبايب فنزل هاد للستوري ويا جلال لتشندي علون ان تصورون مقطع يبعض عبارة عن مقطع أسئلة مقطع كليشناري رح يكون نحتكم الستوريات شوفوها هالله يا جماعة خلصنا تصوير فيديو لجلال يا هالله عربيكم شلوط لي ايدي شلوطة يا جماعة والله هذا من أحلى الفيديوهات حتنزي على كناتي كتير تحكي شوفوا شعري شون نصار في يومي من كتر الحركة اللي عملتها أنا من كتر ما تشلوطت إيدي هلكني روح ليني امو مانيا حبايب وستوريات الحب اللي ندزلها اللي حسب ما أغلب يتوقع انه مقصود قمر طائب بيها مثل ما تعرفين انه هو حب قمر طائب فنزل هذا الستوريش هل حط بي القمر وحط بي أغنية حب كل عدد الحركة يسويها في كتبه بالكومنتات هل توقع انكم بينهم علاقة أو لا ونروح ليني يا حبايب الخدام على الفيديو الأخير اللي هو شير وشام صور بيسان اسماعيل وحط لها أغنية حزينة عساسية ضائجة بدأ يضحك مو أكثر وبصلا يا حبايب نوصلت للمقطع اللي سنشوفون مقطع القناة من مكتب المشاهر بالوصف وبس بشاكوا في هذه المقاطب من مكتب القصص أحبكم فجروا بطب اللايكات مع السلامة